اشتركوا في القناة وشارك المدافع الاسباني بديلا لزميله ماركينيوس بعد مرور 72 دقيقة من مباراة لوريان في الجولة الثلاثون من الدور الفرنسي الا ان راموس لم يجد الاستقبال الحار من مدرجات حذيقة الامراء حيث اطلقت جماهير باديسان جيرمان سافرات الاستيجان ضده كلما لمس الكرة وانتقل راموس الى صفوف باريسان جيرمان مطلع الموسم الجاري في صفق انتقال حر قادما من ريان مادريد ووقع المدافع المخضرم على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023 وكانت الجماهير قد اطلقت صافرات الاستيجان ضد ميسي ونيمار في اعقاب خروج باريسان جيرمان من دور الابطال على يد ريال مادريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر